اهلا بكم في فيديو جديد ومميز طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده عندنا منظمات للرزل او الدقيق او السكر والمنظمات دي بتيجي باحجام مختلفة اهم حاجة في المنظمات دي انها بييجي معاها اداة معيارية بتساعدك ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت منظمها بيه بعد كده هنشوف عندنا حامل للموبايل والحامل ده مكتبي تقدر ان انت تثبتيه على اي سطح مكتب وتثبتي عليه الموبايل بتاعك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجفف للملابس طبعا لو احنا في الشتة وكده بيبقى صعب علينا ان احنا ننشر الهدوم والهدوم بتاخد وقت طويل جدا لحد ما تنشف فمن خلال المجفف ده تقدر ان انت تجففي كل الهدوم بطريقة سهلة وسريعة جدا وهيوفر عليك وقت ومجهود كبير دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تثبتيه عندك في الصالة او في المطبخ وتنظمي بيه الاجهزة الصغيرة او مختلف الحاجات اللي بتكون عندك في البيت وغير كده هو بيكون مزود بعجلات بحيث ان انت تقدر ان انت يتحركي بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مشترك كهرباء طريقة استخدامه سهلة جدا وحجمه صغير مش بياخد عندك اي مساحة وغير كده السلك بتاعه طويل جدا تقدر ان انت يتوصليه لأي مكان وتستفدي منه بكذا طريقة مختلفة بعد كده هنشوف عندنا منظم وموزع للصابون تقدر ان انت تثبتيه عندك على الحود وتنظم عليه مختلف لوازم التنظيف الخاصة بالمواعين او المطبخ بعد كده هنشوف عندنا قطعة حماية او مفتاح بيتثبت على الموتوساكل في حيث ان محدش يقدر ان هو يحركوا او يسرقوا بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من الاكياس نقدر ان احنا ننظم بيها الخضار او الفكهة او المكسرات او اي حاجة طبعا احنا عاوزينها والاكياس دي بيجي معها جهاز بيساعدك ان انت تستحب الهوى من كل الاكياس دي وده طبعا بيساعدك ان انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي تبقى موجودة عندك في التلاجة او في دلاب المطبخ عندك بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معاه فرشة بتساعدك ان انت يتوزع الزيت بشكل متساوي على الحلة او الصينية بتاعتك هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة هيلة جدا من منظمات التلاجة اللي بتيجي باحجام واشكال مختلفة وطبعا زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر ان انت تنظمي في المنظمات دي مختلف انواع المأكلات اللي بتبقى موجودة عندك سواء خضرة او فاكهة او بواقك واهم ميزة في المنظمات دي انها بتساعدك على توفير المساحة عندك جوة التلاجة وانها يتخلي لك شكل التلاجة منظم جدا ومرتب بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكاليات وهي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظمي بها الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر تنظمي بها المكسرات او طبعا مختلف انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدم المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا او القطاعة اللي تقدر ان انت يتقطيع عليها الخضار او الفكهة او تقدر ان انت يتقطيع عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف انواع سلطات بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ والمنظم ده بيجي مكوم من دورين وبيبقى مقفول كده تقدر ان انت تنظمي وتصفي من خلاله الاطباق او الشوك او السكاقين بعد كده معينا رف تثبيت او اداة تثبيت تقدر ان انت تثبيتها عندك على دولاب المطبخ وتنظم عليها ادوات ولوازم المطبخ اللي بتكون عندك وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا شكل من اشكال المنظمات الجميلة تقدر ان انت تثبيتها عندك على الجدار واللي طريق تثبيتها سهلة جدا تقدر ان انت تنظم عليها العطور او الكريمات او الشامبوهات او مختلف الحاجات اللي انت بتستخدميها دايما وطبعا المنظمات دي تقدر ان انت تثبيتها في الحمام او في المطبخ وتقدر ان انت تنظم عليها اي حاجة انت عاوزيها بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الارضيات او استجاد او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر اتقشاطي كل الميا والصابون من خلال الاشطح اللي بتكون موجودة في الفرشة دي دلوقتي هنشوف عندنا مصفة طريقة تصميمها جميلة جدا تقدر ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكارونة او الفراخ او اللحمة تقدر ان انت تصفي بيها اي حاجة انت عايزيها بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مدخل الميا تقدر ان انت تثبتيها على اي قرورة عندك وتستخدميها بكل سهولة من خلال الضغط على الزرار تقدر ان انت تستخدم الميا او العصير او اي حاجة انت عاوزيها بكل سهولة هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه بحيث ان هو يتناسب مع حجم حود المطبخ عندك وبعد كده تقدر ان انت تنظمي بيه ادوات تنظيف المواعين زي الليفة والسلكة او فوتوة المطبخ بعد كده عندنا الكباسة اللي بتساعدنا اننا نحل كل مشاكل الهدوم او الاحذية وطبعا هي بيبقى ليها كذا طريقة في الاستخدام وكل طرق استخدامها دي هتشوفيها معايا دلوقتي من خلال الفيديو ده هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تستبتيه على اقدار الحمام بكل سهولة وتنظمي بيه صابنتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصفة من تحت يعني اي مية بتيجي على الصابونة هتتسفى لوحدها جوه المصفة الموجودة في المنظم ده بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظمي بيه الصوصات او التوابل او الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزيها وطبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الرخامة او فضلاب المطبخ بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا كسار الندق او اللوز او عين الجمل تقدر يتقشري من خلالها مختلف انواع المكسرات وهي طبعا زي ما انت شايفة كده سهلة جدا في الاستخدام هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للتوابل المنظم ده بياخد معاك نوعين من التوابل يعني ممكن تحط الملح والفلفل مع بعض وتستخدميه من خلال منظم واحد زي ما احنا شايفين كده مع بعض بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم الميكب وتقدر كمان ان انت تنظمي به العثور او الكريمات المختلفة اللي بتبقى موجودة عندك او تقدر ان انت تنظمي به مختلف الاكسسوارات اللي عندك حجمه بيكون كبير وتقدر ان انت تنظمي به كمية كبيرة من مختلف اللوازم الشخصية اللي بتبقى موجودة عندك زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لاربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها والصندوق ده طبعا بيكون مكوم للرطوبة وبيحفظ لك اي حاجة او اي توابل انت بتستخدميها فيه وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل او رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تثبتي عليه الاحزية بتاعت الحمام هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تثبتيه على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي بيه ستبنتين في نفس الوقت وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او على الحود وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم التنظيف زي فوات المطبخ او اسفنجة الموعين او السلكة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده اقول لك ازاي تقدر تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقول لك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب دياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجران عن الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول التلات طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهارد عليك في قرب وقت اسبكم في رعاية اللي اشتركوا في القناة